السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب النهاردة هنبدأ نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 ويريد تركزوا معايا ولازم يجيلك منه في الامتحان اللي جاي ان شاء الله كيسة هوريكم الكيسز بتاعته بتيجي ازاي ولكن هحول اشرح لكم بسرعة الحاجات المهمة فيه ونفهمه مع بعض كده وبعدين هوريكم الكيسز واحتمال ان شاء الله عمل لكم اجزامبل حتى عن الامتحان اللي جاي باذن الله الموضوع بتاعنا وكل كلمة من دول لازم تفسرها عشان تبقى شاطر لازم كل حاجة بتذكرها تفهمها وتفهمها بطريقة سيمبل تفهمها بطريقة تفتكرها دايما اوعى تحفظ حاجة انت مش فهمها هتنساها شهور هتنساها وما انستهاش دلوقتي وحفزتها عشان الامتحان مسيرك لما تكبر تنساها طيب بليدن يعني دم بليدن يعني دم من الجينتل تراكت هيطلع عند الفيميل طيب in early pregnancy early يعني في الشهور الاولى من الحمل في الشهور الاولى من الحمل يعني في الفيرس ترايمستر ممكن نقول في الساكن ترايمستر وبريجنانسي يبقى بناء على كلمة بريجنانسي الفيميل دي عندها بوزيتف بيتا HCG يعني حامل ده مؤشر من مؤشرات الحمل او حتى عندها بريجنانسي بريجنانسي ساك انا شقتها بي ترانس و جينل او ترانس ابدومنال ultra sound يبقى bleeding in early pregnancy يبقى في الاسابيع الاولى لما تجيلي كيسة ابص على الاسابيع وبص على انها حامل فعلا ولا مش حامل اول ملايقش شورتين دول يبقى ابتدى فكر على طول في bleeding in early pregnancy ايه هي الاسباب هنقول abortion او الاجهاض وحاجة اسمها الاكتوبك بريجنانسي او الحمل خارج الرحم وحاجة اسمها الفيزيكولر مول دي الحاجات الاسبيسيفك للحمل ولكن ده ما يمنعش ان يكون البرجنانسي عادي مكمل طبيعي ونورمل ولكن يبقى فيه معاك مصادفة سبب تاني بيعمل bleeding يعني ايه يعني مثلا local gynecological cause يعني ايه local trauma local trauma خلت يحصل نزيف عند الفيميل من المكان ده ممكن يكون general cause of bleeding مصادفة 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 الديزيز ده جا في فترة الفيميل فيها حامل ممكن ممكن حاجة اسمها heartman sign ايه heartman sign دي فاول الحامل زي ما قلنا ان الفيتس بي السنسيتيو genital tract وتفتكر ان هو bleeding بينما هو heartman sign يعني normal علشان implantation اللي حصل طب انا هعرف ازاي ان هو normal هنقول دلوقتي المؤشرات ان ال pregnancy ده مكمل طبيعي ومؤشرات ان هو لأ ده في حاجة غلط ال pregnancy ده مش مكمل طبيعي نبدأ اول حاجة بال abortion definition بتاعه مهم جدا 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 ومن هنا ورايح زي ما قلتلكم اي definition في الابستاتريك مهم اي كلمة في الابستاتريك مهمة هو سهل اه بس اي كلمة مهمة لانك بتتكلم في حياة فيتس and even في حياة الام ايه definition بتاعه هو عبارة عن termination او interruption of pregnancy يبقى انا وقفت ال pregnancy طيب وعلشان يبقى اسمه abortion عشان يبقى اسمه اجهاد يبقى لازم اهم شرطه اهم جزء في definition before period of fetal viability before period of fetal viability وليه عملتلي fetal viability باللون الاحمر يا دكتور لان هي دي اهم نقطة في definition بتاعي ليه لان fetal viability بتختلف من country لكارت من مستشفى لمستشفى طب يعني ايه fetal viability يعني definition بتاع كلمة fetal viability يعني ability of the fetus انه هو يعيش من غير امه يبقى ability انه هو يعيش من غير امه يعني ability to live extra uterine even by himself لوحده خالص او بال nicu يبقى ده كده definition بتاع ال abortion طيب لما حاولوا يحسبوا ال period دي لقوها انها في developed countries علشان ال nicu متقدمة عندهم عند ال 20 اسبوع عند الاسبوع العشرين وفي developing countries عند ال 28 اسبوع لان 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 ال icu في developing countries مش متقدمة قوي طيب عندنا في ال dem rdash نقول انه رقم نقول developed لان مستشفى ال dem rdash عندنا تعد من اقوى المستشفيات على مستوى الشرق الاوسط في الن نيجي بعد كده نتكلم عن انواع ال abortion ال abortion بيتقسم لنوعين كبار جدا نوع spontaneous يعني ايه spontaneous يعني تلقائي محصلش تدخل خارجي خلى الاجهاض يحصل ونوع induced يعني فيه تدخل خارجي خلى ال abortion يحصل تحت كلمة spontaneous هنبدأ نقسم بقى الاجهاض ده الى اجهاض منذر يعني اجهاض ماكملش ده اسمه ايه threatened وبعد كده اجهاض inevitable يعني ايه كلمة inevitable ده يعني مش هقدر اوقفه اللي مش هقدر اوقفه ده يام يكون complete يام يكون incomplete يام يكون cervical يعني complete و incomplete و cervical ده دكتور المفروض المفروض لو 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 في separation لل بلاسنتا كلها يبقى ده كده complete abortion طيب طيب ويعني ايه كلمة cervical abortion هو complete abortion ولكن البرودكتس دي البرودكتس يعني abortion حصل بس الام ما حسيتش بيه ونوع septic حصل infection ونوع habitual يعني ايه habitual حبت يعني عادة وhabitual يعني الabortion اللي بقى يحصل للام وتكرر عليها اكتر من مرة وهنقول definition كويس لما نيجي نتكلم عن الhabitual abortion اما الinduced الinduced بتاعي اما يكون medical يعني انا كدكتور قلت الفيميل دي انك ما ينفعش تحملي مع المرض اللي عندك ولازم ننزل الجنين لانه في خطر على حياتك فده medical abortion او therapeutic abortion ده انا بحمي الام انها تموت بالحمل الحمل فيه خطر على حياتها زي الpatient بتاعة cardiac disease اللي بخاف عند الاسبوع زي ما قلنا في حصة اللي فاتت عند الاسبوع الاسبوع اللي في 34 ل 36 اسبوع لان لان of the blood بتزيد عندها قوي فممكن تدخل مني heart failure وتموت والجزء التاني اللي هو non medical abortion او criminal abortion وده وده criminal بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفيه elective abortion اللي هو الناس اللي فاكرة انه هو براحتها يعني تغلط وبعد كده تحمل وبعد كده يبقى ليهم الحق في الاجهاد زي ما في فرنسا وفي امريكا دلوقتي بيحاولوا انهم يعملوا legislation للموضوع ده ان من حق اي واحدة حملت تجهد نفسها طيب يبقى احنا كده spontaneous abortion اللي انا ما ادخلتش فيه قسمناه الى اجهاد منظر وبعد كده تاني نوع اللي مش هقدر انقذه واللي مش هقدر انقذه ده تلات مراحل يئمة كله فصل يبقى complete يئمة مش كله فصل يبقى incomplete يئمة فصل كله بس علق فيه cervix منزلش اللي بره يبقى ده اسمه cervical abortion يئمة مست الام ما حصتش بيه اصلا ده تلاتة يبقى ده اربعة وده خمسة يئمة الام ما حصتش بيه اصلا وده يبقى النوع السادس يئمة الام بقت عندها هابت انها تحمل ويحصل لها اجهاد وده اسمه habitual abortion يئمة septic abortion وفي الناحية الثانية قلنا medical و non medical يئمة بحق الام فيه الاجهاد الهابل اللي بتقال في امريكا وفرنسا دلوقتي يئمة criminal abortion يئمة criminal abortion لما نبدأ في ال abortion هنبدأ بمعلومات عامة عن spontaneous abortion نقول spontaneous abortion استملا 8 انواع تحت ه لما نتكلم عن معلومات عامة في spontaneous abortion اول حاجة لازم تعرفها الانسدنس بتاعك الانسدنس بتاعك لما جمع عمل الاحصايات لقوا ان من 12 الى 20 في المية ولكن النسبة دي ممكن تكون خادعة ليه طيب ممكن تكون خادعة لان في abortion بتحصل من غير ما الام تدرى بيها اصلا ومن غير ما تروح للدكتور ومن غير ما يتبلغ عنها يبقى يقم حاجة من اتنين النسبة اكتر من كده علشان الام ما بتدراش ان حصل لها abortion يقم علشان ما بيبلغوش ان حصل اجهد يبقى كده عرفنا اول معلومة ان الانسدنس اللي احنا عارفينها اللي احنا من 12 ل 20 في المية قد تكون اقل من الواقع او الحقيقية يقم عشان الام ما عرفتش اصلا انها حصل لها اجهاض يقم ما بلغتش وما راحتش ليه المستشفى او الاحصائيات ما قدرت ما قدرتش تجيب نسبة كبيرة من الفيميل اللي حصل لهم a portion المعلومة التانية انه بيحصل في انه وقت اكتر بيحصل في الفيرست ترايميستر اكتر يعني انا لو قسمت الحمل ليه 3 تتلات كل تلت بسميه ترايميستر يعني فيرست ترايميستر ساكن ترايميستر وثير ترايميستر وترايميستر الواحد بيبقى 13 اسبوع طيب فين في الفيرست ترايميستر يا دكتور غالبا عند الشهر الثالث الثير منث واكيد ليها تفسير اه هقولك ليها تفسير لان زي ما احنا عارفين في فترة الكوربس ليوتيم of pregnancy هو اللي بيشتغل فيها وبيطلع لي الهورمونز وبعد الكوربس ليوتيم البلاسنتا بتيجي تكمل طيب معنى كده ان في فترة اللي اتنين فيما بينهم overlapping يعني لو البلاسنتا تأخرت في انها تبقى ماتيور او الكوربس ليوتيم حصل ديجين بدري هيبقى فيه فترة مفيش فيها هورمونز عشان كده الفترة دي ممكن يحصل بيها ابورشن ممكن يحصل فيها ابورشن بنسبة كبيرة الشباك ده اسمه الويندو جاب وبكده تبقى دي تاني كلمة ويندو جاب خدناها في المنهج بعد اللي خدناها الحسة اللي فاتت اللي هي الفترة مبين positive beta hcg and visualization of pregnancy sac by the trans vaginal ultrasound لما جم يدوروا على الاسباب ويعملوا احصائيات عشان يشوفوا ايه اكتر اسباب الاجهاض اللي بتحصل دي قسموها الحاجتين او انت لازم تقسمها الحاجتين يئمة الفيتس في مشكلة فنزل يئمة الام هي اللي فيها المشكلة ما مالهاش حل ثالث يئمة الفيتس يئمة الام نيجي لأسباب الفيتل لقوا ان اكتر حاجة هي الcongenital fetal malformation ده common stocose of abortion وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيء الاب والام فبدل ما يجي لهم طفل مشوه وطفل ممكن ما يقدروش يستحمله الابتلاء بالفيتل malformation اللي فيه فبيحصل له اجهاد فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومحدش يزعل من حاجة ربنا كتبها عليه ده بيمثل من 50 الى 60 في المية وغالبا مش هيكمل يعني ايه غالبا مش هيكمل يعني غالبا رحمة ربنا بتخلي الطفل ده ينزل في اول شهور الحمل خالص ده بيمثل 50 الى 60 في المية من الفرست تريميستر طيب اكتر سبب من الكونجينتال فيتال malformation هي الترايسومي وده سؤال MCQ مهم الترايسومي وبعد كده البولي بلويدي وبعد البولي بلويدي المونسومي يبقى الترايسومي هو اكتر سبب وده سؤال MCQ مهم تيجي بعد كان maternal causes والmaternal causes تقسمها الاسباب general واسباب local local يعني ايه يعني في البيت اللي عايش فيه الجنين اللي هو الايه اليوترس وفيه المحبس اللي المفروض يفضل حابس الجنين بيكبر فوق اللي هو السيرفيكس او لو انا قلتلك يوترس بس تغنيني عن ان انا قللك يوترس وسيرفيكس لان كلمة يوترس معناها بودي وسيرفيكس واوعى تفصل ما بينهم في اي حاجة لما نيجي ليه الجنرال كوزز الام اصلا تعبانة فبرضو من رحمة ربنا بيها سبحانه وتعالى هيخلي الحمل ما يكملش علشان الحمل فيه خطر على صحة الام ممكن ايه الاسباب ممكن يكون عندها كرونيك هايبرتينشن او كرونيك رينال ديزيز او عندها اندوكراينال ديستربانس زي ايه الاندوكراينال ديستربانس زي اعداء المرأة اللي احنا قلنا عليهم اللي هو اندرجين زيادة عندها اندرجين زيادة والاندرجين ده عدوه من اعداء المرأة مش هيخليها تكمل حمل ممكن ديابيتس مليتس ممكن هايبو او هايبر ثيروديزم كل دي ديزيزز بتأثر على الام ممكن يحكون حصل انفكشن والانفكشن زي ما احنا اخدناها في البكتيريا الحاجات اللي بتتنقل للطفل هي متلخصة في كلمة ستورج 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 دي اختصار لإيه الاس اختصار للسفالس والتي اختصار للتوكسو بلازمة الار فور روبيلا سي فور سايتو ميجالوفيروس and H4 هيربز ممكن يكون السبب الجنرال ده هو اميونولوجيكل يعني ايه اميونولوجيكل احنا زي ما قلنا ان من فايدة الديسيديوة انها تمنع حدوث اميونولوجيكل ريجيكشن للفيتس طيب فرضا في عندي مرض في زيادة في الانتيبودز او انتيبودز بتهاجم جسم الام فممكن تهاجم جسم الفيتس معاها زي systemic lupus erythromatosis وزي الانتي فوسفوليبد سندروم وزي حاجة هنتكلم عليها اسمها ال R.H. ايزو اميونيزيشن دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى الاجهاض ممكن لو الام خادت cytotoxic drugs لو الام عندها cancer وتتعالج بكيمو ثرابي التوكسيستي زي ما هي toxic لخلايا الام هتبقى toxic برضو للخلايا ال growing فيتس ويحصل له a portion ممكن التروما التروما سواء كانت direct التروما التروما العنيفة جدا حدسة عربية عملت همرج جامد في البلاسينتا فتعمل اجهاض عند الام الفكرة انك تخلي تفكيرك دايما واحنا ماشيين في الابس ناحية اللوجيك ناحية اللوجيك ما تحفظ شي حاجة طول ما انت عندك لوجيك في الابستاتريك هتستريح جدا جدا طيب ايه الاسباب الوكل اليوترس البيت اللي انا ساكن فيه فيه مشكلة مشاكل اليوترس من غير ما تبص في الكتاب ومن غير ما تحفظ ممكن يكون اليوترس مالفورمد اه محدش هيقولك غلط ممكن يكون اليوترس صغير يعني ايه صغير يعني فيه اشارمان سندروم وادهيجنز الفيتس مش قادر يكبر فيها اه مش هقولك غلط ممكن يبقى فيه سيبتم او هيبوبلازيا اه دي كلها حاجات صح ودي برضو من اسباب ال abortion ممكن يكون السيرفيكس فيه مشكلة اه ممكن يكون زي مرض هناخده اسمه patulus internal os كنت قلتلك مصطلح من شوية ان الحلقة اللي افلى اليوترس مهوية السيرفيكس ده اعتبروا انه هو الحلقة اللي افلى اليوترس اللي افلى البلونة ومحافظة على الفيتس جواها طيب المفروض انها تفضل محافظة على البلونة لغاية ما يحصل الجروينج كامل ولكن لو كانت الحلقة دي مهوية في مرض اسمه patulus internal os يبقى هيحصل abortion كل اول ما البرشر يزيد جوا البلونة الحلقة دي تفتح مني على طول تتلخص السيمتومز بتاعة الابورشن في ثلاث كلمات مهمين جدا جدا تحفظهم زي اسمك امينوريا followed by bleeding followed by pain تلات كلمات وكل كلمة لها مؤشر امينوريا يعني مؤشر على ان الفيميل دي pregnant طبعا هو مشهور sign of pregnancy ولكن امينوريا هي المost common symptom اللي بتخلي الفيميل تعرف انها حامل وبعد كده bleeding والbleeding ده عشان separation of the placenta من wall of the uterus وبعد كده pain والبين is due to irritation of the uterus البلود مش طبيعا ان يكون مكانه موجود في اليوترس فاليوترس بيتجنن اي حاجة غريبة جوه اليوترس يتجنن ويبدأ يعمل contractions ويبقى irritated جدا فالأم يحصل لها perception ل contractions of the uterus على شكل pain ومدام ومدام اتواجد حاجة غير الفيتس جوه اليوترس يتجنن ويبقى عايز يطرد كل اللي جوه فبيحصل expulsion of uterine contents expulsion of uterine contents ده الفكرة المبدئية عن abortion وكلمة spontaneous abortion والترياد بتاعي مهم جدا والديفينيشن اهم الترياد of امينوريا followed by bleeding followed by pain وان شاء الله في الحصة الجاية هنبدأ نتكلم عن الانواع التمانية اللي احنا قلناها بس كان مهم جدا ان انا طول معاك في الحصة دي في الصفحتين الصغيرين دول علشان يبقى عندك the base of abortion بعد كده مش هناخد وقت خالص في انواع الابortion التمانية اللي احنا قلناهم ويراب تكونوا فهمتوا لو عندكم اي سؤال يريد تكلموني اشتركوا في القناة